ومشاهدين الكرام ما زلنا مع حضراتكم في هذه الجولة والآن نتحول إلى الأقصر حيث احتفلت محافظة الأقصر بظاهرة تعامل الشمس على قدس أقداس أمون بمعبد الكرنك في ظاهرة فلكية فريدة تعرف بالانقلاب الشمسية حضر الاحتفالي عدد كبير من الباحثين في مجال الأثار والفلك والمصريات وألاف السياح من جسيات مختلفة إذن نتحول الآن إلى زميل محمد محروس مراسل الأقصر لإطلاعنا على المزيد من التفاصيل إليك محمد نعم دعاء بالفعل احتفلت محافظة الأقصر صباح اليوم الثلاثاء بظاهرة تعامل الشمس على قدس أقداس أمون في معبد الكرنك في ظاهرة فلكية فريدة تعرف بالانقلاب الشتوي وذلك تزامنا مع عيد إله الشمس رع وذلك حيث أقيم معبد الكرنك على المحور الشمسي تمجيدا لهذا الإله المعبود عند المصريين القدماء الاحتفالية كما ذكرت دعاء حضرها عدد كبير من السياح الأجانب وعدد من علماء الأثار والمصريات والفلك بالإضافة إلى عدد من المسؤولين على رأسهم محافظة الأقصر المستشار مصطفى ألهم يمكن محافظة الأقصر تروج منذ سنوات عديدة لهذه الاحتفالية في سعيا لوضعها على الأجندة السياحية لمحافظة الأقصر وذلك لتنويع المنتج السياحي في المحافظة لنتعرف أكثر على تفاصيل هذه الاحتفالية أنضم إلينا على الهواء مباشرة الآن الدكتور مصطفى الصغير مدير عام معابد الكرنك وطريق الكباش برحب بحضرتك معاه على شاشة إكسترا نيوز لو تطلعنا حضرتك على تفاصيل هذه الاحتفالية التي أقيمت في معبد الكرنك صباح اليوم حيث شاهدها وشارك فيها عدد كبير من السياح الأجانب الذين يقيمون في الأقصر الآن هي بالفعل الاحتفالية بتحرس الدولة على الاحتفال بها منذ فترة طويلة تعتبر نموذج لبيان مدى ما وصل عليه المصر القديم في تقدم ونبوغ ومهارة في علوم الفلك والهندسة والعمارة اليوم هو يعتبر 21 ديسمبر وهو معاد الانقلاب الشتوي أو البداية فصل الشتاء بصفة رسمية المصر القديم ربط المعابد المصرية القديمة بعلوم الفلك وما إلى ذلك وبالتالي أصبح أنه يقيم المعابد الكبرى والمقدسة مثل معابد الكرنك طبعاً على المحور الخاص ببداية فصل الشتاء إذن في الشمس النهاردة كانت بتتعامد على المحور الرئيسي لمعابد الكرنك اللي هو بيمتد من الغرب إلى الشرق وأيضاً يمتد من الصرح الأول غرباً بداية إلى الصرح السادس شرقاً وكمان مروراً بين قدس الأخداس والبهوبة الشرقية لمعابد الكرنك هي فعالية مهمة جداً جداً بتحرس الدولة دائماً على الاحتفال بيها كنوع من أنواع الترويج السياحي المهم اللي بتحرس الدولة عليه حالياً يمكن ليس معبد الأقصر فقط الذي يشهد ظاهر التعامد الشمس ولكن هناك عدد من المعابد والمقصير الفرعونية الذي تشهد هذه الظاهرة على مدار العام كيف برع المصري القديم في معرفة هذا العلم الواسع علم الفلك قبل ألاف السنين وقبل حتى أن يمتلك ما يمتلكه العالم هذه الأيام من علوم تكنولوجيا وخلافه المصر القديم كان بيتمتع بقوة بصيرة كبيرة هو طبعاً ساعده في كده البيئة اللي كان بيعيش فيها اللي هي طبعاً مصر من خلال نهر النيل الأراضي الزراعية الخصيبة الاعتدال الجو بصفة عامة كل دي حاجات ساعدت في استقرار المصر القديم ودائماً إنه هو كان بيسعى للتأمل وبالتالي مراقبة الكون عن كسب فقدر يشوف مسارات النجوم والكواكب وما إلى ذلك كل الحاجات دي قدر إنه هو يتعرف عليها ويربطها بالعمارة وحتى كمان بمواسم التنظيم السنة والزراعة والفيضان وما إلى ذلك دي كلها حاجات برع فيها المصر القديم وربط علم الهندسة بعلم الفلك وبالتالي طبعاً كان نشهد ما توصلنا إليها حتى في يومنا هذا إنه هو كتير جداً من المعابد زي مثلاً معبد أبو سنبل حضرتك عارف وأستاذ المشاهدين واحد من أشهر المعابد اللي بيتعامد عليها الشمس معبد الكرنك في المحور الرئيسي الخاص به دي كلها حاجات نمازج بتوضح قد إيه المصر القديم ووصل لمراحل كبيرة جداً من التقدم في العلوم المختلفة يمكن تعامد الشمس على قدس أقداس أمون في معبد الكرنك يعني لم يتم تعرف عليه سوى من عدة سنوات هل يعني كيف تم تعرف على هذه الظاهرة هل مثلاً هناك نقش رواء هذه الظاهرة يعني كيف تم اكتشاف هذه الظاهرة هي طبعاً الظاهرة تم يمكن كانت ملحوظة منذ فترة طويلة ولكن بعض الملاحظات لبعض منها الأسريين القائمين على العمل في معابد الكرنك وبعض المهتمين بالدراسات المصرية من خارج الحقل الأسري يعني في العاملين في الكرنك يعني هناك كان ليهم طبعاً مساهمات كثيرة في ملاحظة هذه الظاهرة وبالتالي تم التأكد منها ورصدها لعدد من السنوات وتم اتخاذ القرار بالاحتفال بها هي تعتبر ظاهرة زي ملحوظة حضرتك أنها بتتكرر في الكثير من المعابد المصرية القديمة وده يمكن المصر القديم في بعض النصوص طبعاً اللي هي بتشير أن في بدايات المواسم معينة بتعرف بظهور نجوم معينة أو بعض الأجرام اللي هي كانت بتظهر في السماء في ذلك الوقت بيربطها بمواسم بدء الفيضان ببدء الحصاد وما إلى ذلك دي كلها حاجات إشارات فلكية فقدر المصر القديم أنه يتوصل لها وإحنا بملاحظتنا وبدرست النقوش المصرية القديمة قدرنا برضو نتوصل لهذه الحقائق المؤكدة يمكن نحن النهاردة شوفنا في معبد الكرنك عدد كبير من السياح الذين جاءوا من مختلف أنحاء العالم للمشاهدة هذه الظاهرة كيف يتم استغلال هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر الفلكية النادرة لجذب مزيد من السياح إلى الأقصر وإلى معابد الكرنك؟ بالفعل يمكن فعالية النهاردة شاهدت إقبال جيد جداً من الزوار المصريين والأجانب المقامين في الأقصر أو الموجودين في الأقصر في ذلك الوقت طبعاً كلهم كانوا حرصوا على المجيء منذ يمكن الساعات الأولى لصباح اليوم وشاهدوا طبعاً شروق الشمس والحمد لله النهاردة كان الجو جميل ورائع جداً السماء صافية وجو أكثر من رائع ده مكن الناس أنهم يصوروا الفعاليات الاحتفالية بشكل جميل جداً ويمكن حازوا على إعجاب كل المشاهدين أو كل الناس اللي كانت حضرة في الاحتفالية طبعاً دي أكيد لها مرضود كبير جداً من ناحية التسويق للحضارة المصرية القديمة واستغلال مثل هذه الفعاليات في عمل فعاليات أو مناسبات سياحية تدر الكثير من الزيارة للمعابد والأسهار المصرية برضو ده بينتج عنه زيادة في أعداد السائحين وبالتالي تعتبر كلها في إطار خطة كاملة ترصدها الدولة للاهتمام بالمنظومة السياحية في مصر ودفعها دائماً إلى الأمام يمكن الحديث بيقضنا للمردود أو الحديث عن صدى احتفالية طريق الكباش الذي تم افتتاحه منذ عدة أسابيع نحن نشاهد وفود سياحية من مختلف أنحاء العالم تزور الأقصر الآن لو تروي لسادة المشاهدين كيف صدى هذه الاحتفالية الآن في معابد الكرنك وفي مختلف المواقع الأثرية في محافظات الأقصر بالطبع احتفالية طريق المواقب الكبرى معرفة باسمه طريق الكباش كانت احتفالية أقل ما يوصف بها أن هي احتفالية عالمية الكثير من المهتمين بالحضارة المصرية تابعوا عن كسب كل فعالات الاحتفالية وبتجلنا ردود أفعال إيجابية جداً من مختلف دول العالم عن الاحتفالية وعن الجهود اللي بوزلت طبعاً في المشروع بصفة عامة احنا بنتكلم عن المشروع تم العمل فيه من 72 سنة وأخيراً كانت احتفالية كبيرة طريق باسمه مصر بشكل كبير جداً وطبعاً احنا بنلمس المردود ده منها خلال الفترة الحالية من خلال زيارة العديد من الناس اللي هم بيجوا لأقصر بيكونوا حارسين ان هم طبعاً يزوروا الطريق سوى اذا كان من ناحية معابد الكارنك او من معابد الأقصر وفيه ناس بتبقى يعني شغوفة ان هي تزور الطريق بأكمله بإجمالي أطوال حوالي 2700 متر ده ما مسلش ابداً عائق ليهم بالعكس دي كانت ناس كتير كانت حريصة ان هي تيجي وتزور المكان وتشوف المعالم بتاعته مش بس التمثيل لا كمان الحاجات المكتشفة اللي موجودة في الطريق واعمال الترميم والحفار وما إلى ذلك دي كلها حاجات طبعاً بنتوقع كمان لها صدق اكبر ان شاء الله مع ازدياد حجز الوفود بإذن الله السياحية طبعاً بالتنصيق مع شركات السياحة حيكون لها مردود اكبر واعظم ان شاء الله في المستقبل القريب الدكتور مصطفى الصغير مدير عام عابد الكارنك وطريق الكباش بشكر حضرتك شكراً جزيلاً على كل هذه التفاصيل إذن مشاهدين الكرام كان معنا الدكتور مصطفى الصغير مدير عام أثار معابد الكارنك وطريق الكباش حدثنا عن احتفالية تعامل الشمس على قدس أقداس أمون في معبد الكارنك والذي شارك في هذه الاحتفالية عدد كبير من السياح والمسؤولين هنا في محافظة الأقصر أشكركم على طيب المتابعة والآن عودة إلى الاستوديو نعم شكراً جزيلاً لك محمد بالفعل هذه الاحتفالية من ضمن الاحتفالات التي ينظر إليها العالم دائماً كما ينظر العالم الآن كثيراً إلى مصر واحتفالات كثيرة وإنجازات كثيرة جزيلاً شكراً لك محمد